عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لقاء موسعا بعدد من المستثمرين ومشغل المحطات العالمية العاملين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد لمتابعة آخر المستجدات بالمشروعات القائمة والجارية تنفيذها والمتعاقد عليها شهد اللقاء عرضا تفصيليا حول ارتفاع مؤشرات الأعمال والتداول في ميناء شرق بورسعيد كما تم استعراض موقف المفاوضات الجارية مع كبرى محطات التشغيل ومتعددة الأغراض لتنفيذ مشروعات بالميناء خلال الفترة المقبلة ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط ورفع القدرة التنافسية للميناء والعمل على استغلال المناطق اللوجستية للميناء لاستغلال الأمثال